لا يخفي القياد في الجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت تخوفه من تدهور الأوضاع في سوريا رغم إيمانه بحتمية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وذلك امطلاقا من التفجيرين الذين استهدفا دمشق والذي يؤكد الحوت أنه ما من صنيعة هذا النظام الذي يسعى إلى لعب دور الضحية بحسب الحوت لا يمكن أن نأخذ هذا الحادث بمعزل عن الأجواء المحيطة تزامن هذا الحادث مع وصول المراقبين العرب الأهم من ذلك أنه نقطة حصول الحادث نقطة أمنية بامتياز والنقطة الأهم هو تصريح وزير الدفاع اللبناني قبل يومين الذي يمهد لهذا الإعلان عن وجود قاعدة أنا باعتقادي لو أخذنا المشهد بكل هذه الشمولية نكتشف أن هذه هي مسرحية من صنع النظام وأخراج النظام وتنفيذ النظام النائب الحوت استغرب الحديث عن اتهام الأخوان المسلمين بالتفجير مشيرا إلى أن عقيدة الإخوان وسياستهم لا تسمحوا بالعنف في جهد كبير من النظام لإثبات أن هذه الثورة ليست ثورة سلمية فهو من خلال هذا الاتهام يريد أن يقول أن أحد عناصر الثورة اللي هم الأخوان المسلمون تركوا سلمية الثورة ولجأوا للعنف لكن الوقاعة هي اللي كذبت هذا الأمر يعني الأخوان المسلمين على مر تاريخهم لم يشهدوا حالة عنف صادرة منهم مباشرة كل الدراسات تؤكد أن جزء من الاتهامات بحق الأخوان المسلمين كان وراءها النظام وجزء آخر كان وراءها أناس لا علاقة لهم بالأخوان المسلمين الحوت لفت إلى أن الحديث عن إدخال عناصر من القاعدة إلى لبنان عن طريق عرسال هو إهانة لللبنانيين وتركيب أمنية بامتياز أهل عرسال هم أهل وطنية وأهل انتماء للوطن وانتماء للعروب ولا يمكن أن يكونوا مساعدين في عملية تخريبية النقطة الثانية قضية القاعدة بحاجة قضية وهم مخترعة الآن يطلط به الأجهزة الأمنية اللبنانية في رأيه تمهيدا لسلسلة إجراءات ما يحصل اليوم هو ترجم لقول الرئيس السوري الأسد أنه إذا حوصر النظام هناك زلزال سيحصل في المنطقة ويحذر الحوت من مغبة استهداف سوري للبنان لافتا إلى أهمية الوحدة في هذه المرحلة من أجل إفشال ما وصفه بالمخططات التدميرية ترجمة نانسي قنقر